صباح الخير عنوين الصحف متنوعة بين سياسية واجتماعية واقتصادية سياسيا ما من جديد على الخط الرئاسي بوقت ما حملت الورقة الفرنسية أي جديد إنما مطالبة واضحة بتطبيق القرار 17-01 حياتيا غرقت يوم أمس طرقات بسبب شتوية آخر نيسان واحترق محل بشارع بشارة الخورة وبلغ عدد القتلى 9 أشخاص بوقت لم تكشف أسباب الحريق بعد بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو إضافة للجولة على آخر العنوين العريضة التي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية لليوم الأربعة 1 أيار 2024 بينضم لألنا بعض لحظات نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوظ تنحكي أكتر عن الامتحانات الرسمية وقرار وزير التربية يوم أمس إضافة طبعاً لفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من العام 1949 أسس الزعيم الدرزي كمال جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وبداية جولتنا مع صحيفة النهار العنوين الأبرز لليوم الأربعة لبنان اجتاز فخ اللائحة الرمادية فهل يتلقف المعنيون الفرصة؟ نحن نطلع على أبرز ما جاء بها المقال اجتاز لبنان إذن قطوع إدراجه على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالية الدولية فاتف Financial Action Task Force لكنه حتماً لن يجتاز خطر وضعها لللائحة مستقبلاً في حال استمر تجاهل السلطات المحلية مكام من الخلل الذي أشار إليه التقرير وأكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة والسي منصوري للنهار أن التأخير ببت الدعوة المتعلقة بطبيض الأموال وضعف بعض الأسس القانونية والتعديلات على بعض القوانين وعدم التزام الدولة بتطوير تشريعاتها وموضوع ملاحقة الجرائم المالية والتنصيق مع الخارج في هذا الشأن هي من الأسباب التي لا تزال عالقة وتشكل خطراً على إمكان وضع لبنان على اللائحة الرمادية مستقبلاً وبهذا الموضوع تحدثت معلومات للنهار أن التصنيف المتعلق بلبنان إذن لا يزال جارياً من أجهزة أو لا يزال لن يصدر في هذه الاجتماعات المقبلة وإن الأمر سيتم تأجيله إلى موعد لاحق يمكن أن يكون الخريف المقبل علماً أن العمل لا يزال جاري من أجهزة مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لا تأكيد تجديب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية علماً أنه إذا لم يقم بواجباته التي نص عليها التقرير السابق بحسب ما نقلت صحيفة النهار عن بعض المعلومات فالنتائج عندها لن تكون مرضية من خبرنا الاقتصاد المنتبع بالعنوين السياسية الحزب يسقط الورقة الفرنسية وإسرائيل تهدد باجتياح نيلة ويني في لجنة تحكيم مهرجان كان لتكريم الإبداع الإعلاني في انتظار رت حماس نتنياهو يؤكد عملية رفح باتفاق أو من دونه إلى الصفحات الداخلية في النهار ونطلع على أبرز ما جاء في أسرار الآلهة نقل عن المحامي الدولي إميل عون أنه من المرجح أن تصدر المراجع المختصة في المحكمة الجنائية الدولية في لهاي مذكرات توقف حق المرتكبين في أحداث ما بعد سبعة شرين الأول ألفين وثلاثة وعشرين في غزة وفلسطين عموماً والسؤال البدهي المطروح هو من ستشمل هذه المذكرات من الجانبين إسرائيل وحمس أما فيما يختص بلبنان فإن السؤال الذي يطرح حالياً في أروقة المحكمة المذكورة عما إذا كان لبنان سيتقدم بإعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بأحداث ما بعد ثمانية تشرين الأول بعد فتح الجبهة في الجنوب اللبناني إلى صحيفة اللواء الرد الإسرائيلي على ورقة سيجورني نقترب من الحرب الشاملة ونشوف شرارة الجامعات الأمريكية تمتد إلى جامعات لبنان ولعنت المصائب الأمنية تحصد 9 أبرياء في مطعم في وسط بيرود من أجواء اللواء من أكد أنه حسب صحيفة اللواء مصادر سياسية بتأكد أنه البحث في الملف الرئاسي تراجع بالوقت الراهن وليس مقدراً له أن يتحرك إيجاباً ولذلك علقت المساعي حولهم واعتبر التألواء أن الحديث عنه لا يقدم ولا يؤخر وأن اللجنة الخماسية تعد برنامجاً لتحركها حتى وإن ما من شيء متوقع منه كما جرى مؤخراً بحسب معلومات صحيفة اللواء إلى أسرار صحيفة اللواء في هامس تردد أن معظم من درجات الورقة الفرنسية حول 17-01 مصاغة بالحبر السري للوسيط هوكستين في لغز طلب من نائب حليف تكتل وسطي لا يحضر لقاء معروفاً بهويته ولو من موقع المعارضة والهامش الخاص بالنائب إلى لغز للعيد الثاني على التوالي لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم خلافاً لتصريحات وزير المال وبيانات المالية حتى وصف الأمر بأنني أسمع جعجع ولا أرى طحناً إلى صحيفة نداء الوطن موضوع إسرائيل لا يزال ولبنان الحرب الشاملة في صدارة المواضيع ولبنان بين حريق وغريء لا إجراءات سلامة ولا صيانة من نداء الوطن ننتقل إلى صفحات الداخلية ومن الطلع على أبرز ما شاء في خفايا يتقاد نواب شماليون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدمونها للمواطنين منها مثلاً مناقلات معلمين أو ترخيص أو غيرها إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين الخدمة يتم إبلاغ صاحب الشأن أن هذه الخدمة قد كلفت رشا وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار أو أكثر يشكو أهلي وسكان بلدة دبي من غياب المشاريع التنموية مع العلم أن بلديتها المنحلة جمعت أكثر من مليون دولار في العام الماضي إلى أسر الأخير في خفايا ينتظر أو ينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال هذا الشهر وذلك في إشارة إلى استمرار المفاوضات معه جولتنا منكملة على صحيفة الديار إذن موضوع الجنوب بطلاء صدارة المواضيع واتصالات أمريكية وفد إسرائيلي في القاهرة وحماس تبحث ردها إلى الأخبار عمال لبنان أيتام في عيد العمال صحيفة الشرك عنوانة 72 ساعة حاسمة في غزة وتصعيد كبير في الجنوب إلى آخر صحيفة بجولتنا على الصحف المحلية لوريان لوجور كتبت بصفحة الأولى من واشنطن إلى شارع بليس الشباب فلسطيني أيضا قصص الطفولة في المنفى وصورة بيروت من عنوين أيضا انفجار ناجم عن تسرب غاز في مطعم يقتل تسعة أشخاص من جولتنا على الصحف المحلي نتوصل لبريك ومن بعدها نكون باتصالنا بنقيب المعلمين نعم محفوظ نصل بحلقتنا لإتصالنا بنقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعم محفوظ صباح الخير صباح الخير لأيكم لكل المشاهدين قرار وزير التربية بالأمس بإدخال استثناءات على أشهد الثانوية هل يعدوا منصفا للتلاميذ يعني احنا كنا نطمح من أول العام الدراسي وكان هذا رأي معالي أنه السنة العام الدراسي تقريبا طبيعي نرجع نستعيد جزء من مستوى الشهادي نعمل امتحانات بكل المواد نتيجة الواقع بالجنوب كان معالي عم يفكر يعمل شي خاص لأهل الجنوب وهذا الحديث قاله أكتر من مرة يعني من 4-5 شهور كان يقول أن وضع جنوب استثناءة حنعمل شي خاص بالجنوب ما كان حدا عم يردع له ما كان حدا عم يقول أنه هذا عزل للجنوب هذه فدرالي هذا تقصيم ومن أسبوعين أكبر دليل على ذلك أنه طلع التواريخ الامتحانات وعين وقتها وعينها بكل المواد تفاجأنا من 4-5 أيام أنه لأ نحن ما بدنا امتحان لجنوب هذا بضر بولاد الجنوب طيب ماشي الحاول نحن مع امتحان واحد لكل طلاب لبنان بس أنه على الأخل نحافظ على المستوى ويكون بكل المواد للأسف اجتمعنا مع معالي وهو يعمل اجتماعات مع كل الناس بعتقد راح محل وسط يعني ما أخذ برأيي التربويين كاملا نتيجة بعض الضغطات أنا برأيي بدل ما يحط مواد اختيارية كاملة حط جزء من المواد الاختيارية يعني مثلا بصف الاقتصاد كان التلميز ينقق مادة من سبعة صار ينقق ثلاثة من سبعة بالعلوم الاخترابي والرياضيات كان ينقق مادة من أربعة صار ينقق مادة من ثلاثة يعني خفف موضوع الاختياري نحن كنا نعمل أنه يكون بكل المواد هل نأمل أنه كمان البرنامج حطيته اللي جانب الفحصة للامتحان المنهاج بعد التشحيل أول والتاني أنه يبقى هو أما إذا السبب يصير في تشحيل ما نلأ للامتحانية التشحيل تاني بيكون عم نقضي على ما تبقى من الشهادة اللبنانية متى يعرف هذا الموضوع إذا راح بيكون في تشحيل تاني لأنه حسب ما سمعتم بارحة أنه بالمؤتمر الصحفي أنه كلف المركز التربوي يكلف يكثل إحصاء طبعه بالمدارس لو نوصله يعني أنا رأيي بيجان الفحصة استمعت للتقرير الأول وكانوا الأسانسي موجودين من كل مناطق لبنان ولأنه بعض المدارس الرسمية العام الماضي ما تعلموا بشكل طبيعي اضطروا هاي السنة يعيدوا بعض الدروس خذنا هذا الواقع معاني الاعتبار وعملنا تشحيل تاني للدروس بعد التشحيل الأول اللي معمول من 6 سنوات سنين نأمل ما يصير فيه تشحيل تالت لحتى هالشهادة تكون تحافظ على جزء من المستوها لأنه للأسف في 3-4 سنين الماضيين كل الطلاب اللي حاملين الشهادة اللبنانية بس يفوتوا على الجامعة اللبنانية أو عم يروحوا لبرة عم يضطروا بعض الجامعات يعملوا سنة تحضيرية قبل ما يسجلون بالجامعة لأنه معتبرين المستوى في لبنان تدنى جدا عن ما قبل الأزمي الاقتصادي معا للوزير بالأمس شرح الموقف أنه ما بده يكون فيه دونية بالتعاطة نوعا ما مع طلاب الجنوب لأنه تعرضوا لاستثناءات فلذلك تخذ هيدا القرار بس بحسب ما عم بفهم منك وكأنه هيدا القرار رح يخفض من قيمة المستوى أو الشهادة الثانوية أنه ما بده يخفض من قيمة طلاب الجنوب هو اللي طرح الموضوع مش نحنا هو بين 6-7 شهور كان عم يقول بدي أعمل شي خاص لجنوب إذا استمرت الحرب وأنا رأيي انطلاقته بهذا الكلام انطلاقه من حرز أنه لأنه لدي الجنوب عم يعيشوا عوضاء أساسنائية نفسية وعقلية وجسدية أنه لازم ناخد وضعا باعة للاعتبار هو اللي طرح الموضوع مش نحنا بس أنه تفسر بعدين هذا الموضوع أنه لا بها الحالي تلميذ الجنوب بيحمل الشهادة منى مثل بقية المناطق منى ذات مستوى أنا هاون بدي أذكر أنه بالزمان الجيش اللبناني بزحلي أخذ الطلاب على السكنة وعملوا امتحانات بدي أذكر وقت ترابلوس كان في مشكلة بين التباني والبعل ووقت المشتبين تم تفجيل المشتبين أنه عمل امتحانات لولادة ترابلوس كمان لوحدة يعني كان الهدف أنه براعات بعض الطلاب لما بدنا نخفض من قيم تشهادي لحبن وبدنا نرعي كل الطلاب وبدنا نحافظ على كل لبنان ونحنا مع سيادة لبنان ومعنا مع عزل الشنوب وما عمتحان موحد بس أنه بالنهاية فيه مستوى لهذا الشيء اللبناني بده يتحافظ عليها ما كنت طلب لبناني وبالتالي أساس دامة نعم بما تبقى لقلنا من وقت فيك تشرح لنا بليز للطلاب كيف رح يتم تقديم يعني كيف بنقوا الموادهم كيف رح يصير الاختيار بالعلوم الاختبارية والرياضيات حينقوا مادة مثلاتي يعني التربية والتاريخ والجغرافيا بنقوا مادة نعم الفلسفة صارت مادة إجهارية بالعلوم الاقتصادية حينقوا مادتان حينقوا مادتان من تربية وتاريخ وجغرافيا ومادت من فيزيك وشيمي وعلوم حياة نعم هذا اللي حيصير ماشي الحال يعني الحل منه مثل انحنا بدنا بس مقبول آمل انه يتم الامتحان بالبرنامج لحد داتيته اللي جان الفحصة ما يصير شي تاني نعم شكرا لك سيدنا محفوظ على هذه المداخلة ومن حديثنا عن التربية والتعليم إلى الحرب في غزة وآخر الأخبار على السيحة العربية ونشوفهم بجولتنا على آخر العنوين اللي تصدرت الصحف العربية جولتنا على الصحف العربية منبديها بصحيفة الشرق الأوسط نتنياهو يفصل اشتياح رفح عن الهدنة أيضا من عنوين الشرق الأوسط مذابح الأشوريين للكلدان أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا تكاثر الفصائل يثيروا قلقا في لبنان وصندوق النقد يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية إلى الصفحات الداخلية قلق لبناني من انتشار السلاح بحوزة فصائل المقاومة خلال حرب الجنوب ولبنان يستعد للرد على الورقة الفرنسية المعدلة سكان شمال إسرائيل يترقبون حربا مع حزب الله وبحسب بعض الأجواء التي كانت نقلتها أحد الصحف يقال أن الرد الإسرائيلي على الورقة الفرنسية جاء بمطالبة بانسحاب حزب الله كليا من القرى الجنوبية وإلا في الحرب الشاملة قادمة إلى صحيفة الاتحاد الإماراتي رئيس الدولة يؤكد أهمية الحفاظ على الرياضة رياضات التراثية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية أيضا من العنوين تشغيل محطات بوراكا بكامل طاقتها العام الحالي وموضوع غزة لم يغب عن صدارة مواضيع الاتحاد إلى صحيفة الأنباء الكويتية الكويت ومصر علاقات أخوية الأمير نرفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمقسومة ملكية الكويت والسعودية فقط أيضا عشور وحياة يطالبان بمعالجة نقص الأدوية إلى جولتنا على صحيفة الوطن تكثيف جهود الوساطة بحث التواصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار مناقشة إطلاق سراح الأسرة وإدخال مساعدات وأيضا من العنوين رئيس الوزراء نهجون التعاون والحوار إلى صحيفة الأهرام المصرية قمة التضامن والشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت أسيس نقدر الرعاية الكويتية للجالية المصرية ومشعل مصر تشهد نهضة غير مسبوقة توافق على دعم الأمن المائي المصري وضرورة احترام سيادة ليبيا والسودان من جولتنا على الصحف العربية من تابع جولتنا على الصحف العالمية التي تناولت آخر الأحداث على الصحة الغربية والصحة العالمية وما نشوفون سوا جولتنا على الصحف العالمية البداية فيها مع صحيفة لوموند أناطقة باللغة الفرنسية وبترجم الأبرز عنوين فرنسا تواجه تهريب المخدرات أيضا عودت بقوة للشرطة الأخلاقية ضد النساء الرافضات للحجاب إلى صحيفة لوفيجارو تعيد الدراما شاتو أو إطلاق النقاش حول قضاء الأحداث ومناورات مصرية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس إلى صحيفة The Guardian البريطانية إنجليترا تلغي قاعدة الخمسين بالمئة الخاصة بالقبول في المدارس الدينية من تبع جولتنا على أبرز عنوين الصحف وإلى واشنطن بوس الأطراف ترى أملا في وقف إطلاق النار في غسا وإلى جولتنا على صحيفة The New York Times وهي الصحيفة الأخيرة بجولتنا على الصحف العالمية نشوف العنوين الأبرز عرض إسرائيلي يزيد الأمال في محادثات التهديئة أيضا احتجاجات الطلاب في غزة تعمق الصدوع الديمقراطية إلى فقرة كاريكاتور مع صحيفة اللواء من جولتنا على الكاريكاتور منكم وصلنا لنهاية حلقتنا بلاقيكم الزميل غادي بوموسى بنشرة الساعة 8 وموعدنا بيتجدد بكرة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى